تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير جمال الغيطاني الذي توفي في 18 من أكتوبر عام 2015 تاركا ورأوه عددا من الأعمال الأدبية والآثار الثقافية حصل الغيطاني على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها جائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 1980 بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية عام 2007 كما حصلها على جائزة النيل عام 2014 صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالما روائيا عجيبا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية ندجا إنه جمال الغيطاني الروائي والصحفي ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب ساهم الغيطاني في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة كما وصف الغيطاني بأنه قامة أدبية كبيرة وأحد رواد الرواية والسرد في مصر والعالم العربي وأحد أبرز الأصوات الروائية العربية في نصف القرن الأخير اعتبر الغيطاني أن العمارة أقرب الفنون للرواية وقال إنه استلهم منها كل طريقته في التفكير بعد الانطلاقة الأدبية الأولى لجمال الغيطاني عام 1965 ظل ينشر قصصه في دوريات مصرية وعربية كثيرة من بين أبرز روايات جمال الغيطاني إن لم تكن أبرزها هي رواية الزين بركات الصادرة عام 1974 والتي وصفت بأنها أحد أهم الروايات البارزة في الروايات العربية كما صدر له رواية الزويل وصدر له أيضا رواية البصائر والمصائر وصدرت عام 1988 وأبرزت الرواية التحولات الكبرى في المجتمع المصري وترجمت الرواية إلى الألمانية عام 2001